السلام عليكم و مرحبا بكم من جديد في قناتكم كويك لوك اليوم بغيت نجدد شكره لامتينا لكل الناس اللي كيتفعلوا مع القناة و كيتبهوا الفيديوهات ديالها و كنرحب بكل منظرنا الاول مرة و كنطلب انو اشترك معنا في القناة اشترك باش يتوصل بقاع الفيديوهات التعليمية و غيرها لمبارمجة في الفترة القادمة ان شاء الله و هكا باش تكون فائدة للجميع اذا ما نطولش عليكم و ندخلوا مباشرة في الدرس اذا نشوفوا الدرس ديال اليوم وهو التقديم الشخصي باللغة الانجليزية هذا كان ضمن بانه درس مهم لكل واحد فينا اي واحد الي كي بغي يعرف بنفسه لشي حد اخر اذا غادي نبدأ و كي ما شفتوا انا كاتبة التحية هي باش بديت و كاتبة فوق منهاها هاي 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 هة التحية كنتقدر نقولها في اي وقت وأنا تعمت أنا ندرتها التحية باش منكتروش مذن أن نحن يلا في أول درس فهاي ممكن أن نحن نقولها في أي وقت هاي هذه هي التحية من بعد عندنا اسمي هو اسمي هو My name is My name is My هو ديالي Name هو الإسم وإز هي هو My name is نعوده Hi My name is وكأن أعطي الإسم ديالي طبعا كل واحد غد يدير الإسم دياله Hi My name is من بعد عندي عمري أو السن ديالي يعني عدد السنوات اللي عندي I am I am بلغة الإنجليزية كنقول I am اللي المعنى ديالها بحل أنا ولكن كتاني السن ديالي I am ومن بعد كنقوله مثلا 8 ولا 10 ولا 11 لحساب لحساب كل واحد والسن دياله وهنا باقي ما شفناش الأرقام ولكن يمكن ره جاي واحد الفيديو ترقبوه ديال الأرقام بالإنجليزية إذن نعود هاي ماي نيميز ايام إذن ايام مثلا هادي نقوله هنا ايام 8 8 اللي هي تمانية باللغة الإنجليزية فهنا عندكم الاختيار إما دقوله ايام 8 وهدي كنصحها لبيجنرس يعني الناس المبتدئين فتعلم اللغة واللي بغا يزيد فكيقول ايام 8 years old نعود لكم ايام 8 years old أنا غنشرح لكم عشنا هي years old years هي سنوات باللغة الإنجليزية يعني one year year هي سنة one year هي سنة واحدة years زدنا لها الاس بحي الفرنسية مني كيكون الجمع كنضيفه اس في الآخر و old old كتكتب عادي نتقلكم الحروف بالفرنسية باش تعرفوه كيفاش كتكتب old كتكتب old 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 كتعني بسعلا شي حد كبير an old man هي رجل كبير نقدر نقوله عجوز كبير يعني مثلا مثال آخر an old table an old table old table يعني وحدة طاولة أو ميدة قديمة أو لا يعني قديمة فهذا هو التفسير اللغوي إذن أنا كنشرح لكم هاتشي كله باش كتبت المعلومة عندكم في دماغكم نعودو من الأول ودعبا غادي تقولو من المورايا هاي أنا أنا تنقرأ إذن أنا في القسم أش قدي نقولو آيام إن آيام لهي أنا إن أو في آيام إن مثلا كل واحد غادي يكتب المستوى الدراسي ديالو كل واحد يعني المتوسط الأول أو التحضيري أو كل واحد يكتب المستوى الدراسي هنا على سبيل المثال أنا غادي ناخد مثلا لوليدات الفسيود وغادي نقول آيام إن ذا ثاد غريد آيام إن ذا ثاد غريد ولكن هننصح كل واحد يمشي يشوف ما يعادي المستوى الدراسي ديالو باللغة الإنجليزية في يعني الجوجل أو المهم في الإنترنت وغادي يكتبوا قد آيام إن وبطبع تالحال في السنة الدراسية المقبلة إن شاء الله غادي نغيروا هذك المستوى الدراسي ونكتبوا المستوى الدراسي الجديد اللي نجحنا وطلعنا له نعودو من الأول هاي ماي نيميز آيام إن جايامين جيد من بيت غادي ندوز المدرسة عطينا المستوى الدراسي دابا غادي ندوز المدرسة فين أنا كنقرأ قلنا آيام إن ذا ثاد غريد إن هنا غل ناخدو مثلا اسم ديل شي مدرسة وهنا كما شفتو في العربية ركينا في مدرسة عد كيجي نقدرو ندرو اسم المدرسة في لغة الإنجليزية لا كندرو الاسم عد المدرسة إذن آيام إن إن اليسمين سكول سكول هي المدرسة نعودهم الأول هاي ماي نامي أبدأ على الأقل كي نتقوح الكلمات هي هذي إذن نواصل آي ليف إن آي هي هنا ليف هي كنسكن إن بي أسكن بي آي ليف إن هنا إلى شفتو التعريف الشخصي باللغة الفرنسية واللي ما شافوش را كان را يكونو لليا في صندق الوصف فقلنا ما كين لاش نعطيو يعني تفصيل ديال العنوان ديالسكن ديالنا فإحنا هنا غادي نكتافيو بدكر المدينة إذن شنو غنقولو آي ليفين كاسابلانكا مثلا الناس اللي كيسكنو بالدار البيضاء الناس اللي كيسكن يعني مدن أخرى را بطبيعة الحال غادي نكتبو المدينة اللي تيسكنوا بيها آي ليفين رابات آي ليفين تنجير آي ليفين مراكاش كل واحد يكتب المدينة اللي تيسكن بيها غادي نعودو هاي فكين لي مننا مثلا اللي عندو أخ واحد وأخت وحدة أخ باللغة الإنجليزية هي brother brother وأخت هي sister sister إذن اللي عندو أخ أشنو غادي يقول I have one brother ولي عندو أخت وحدة أشغي يقول I have one sister I have one sister ولي عندو أخ وأخت أشغي يقول I have one brother and one sister and هي I have one brother and one sister داب مثلا اللي عندو جوج ديال إخوان وجوج ديال أخوات أشنو غادي يقول I have اتنان هي two I have two brothers and two sisters I have two brothers and two sisters وبطبيعة الحال كل واحد غادي يكتب عدد الإخوان وعدد الأخوات اللي عندو فاللي عندو الbrothers بوحدهم يديرهم اللي عندو sisters بوحدهم يديرهم واللي عندو ما شاء الله brothers and sisters يكتبهم داب بقى وحد الحالة كانين وحد الوليدات اللي ما عندهمش الإخوان وما عندهمش الأخوات يعني أخوات أو طفل وحيد أشنو 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 غادي أشنو غادي يقولو هالوليدات ما غاديش يقولو and I have حيت ما عندهمش أش غيقول غيقول and an only child and and I am an only child and بحل أختي أو مهم an قاعد يتكتب ما ندخلش معكم في التفاصيل باش ما صعبش عليكم only الوحيد only child child هي الطفل بالإنجليزية am an only child إذن هادي في حالة ما كان الواحد أو الطفل وحيد ما عندهش الإخوان وما عندهش الأخوات إذن نعودهم الأول hi my name is I am I am in in school I live in and I have جيد إذن هنا أريد أن نفتح واحد القوس فنسيتم ما قلتوش لكم فاشقنا I live in السكنوبي كان هضرعوا المدينة كان قدروا نقول I live in Casablanca وكان قدروا نقول I live in Casablanca City إلا بغين نزيدوها City هي المدينة كتكتب C-E-T-Y C-E-T-Y ودائماً النطق بلغة الفرنسية باش نفهمو الحروف I live in I live in نسمعوا نسمعوا النطق ما بين اله وما بين الح ماشي hobby وماشي hobby hobby مهم أرى مع الممارسة غايبدي خرج لكم بوحدكم بوحدوا هاد النطق عفواً إذن هوايتي المفضلة المفضلة هي favorite favorite إذن هوايتي المفضلة شنو كنقول My favorite hobby is reading 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 هي المطالعة To read something كنقرأ أو كنطالع شي حاجة أنا هادي درت على سبيل المثال وطبعاً اللي عنده شي هواي أخرى يكتبها أو يقولها مثلاً My favorite hobby is sports أو لا My favorite hobby is playing music playing music إذن قلنا في الول sports يعني الرياضة أنتم لكم واسع الاختيار كتدروا الرياضة اللي كتصدلوا أو لا مثلاً playing music يعني يعني كنعزف على الشي آلة ديال ديال الموسيقى أنا أعطيتكم غير أمثلة وأنتما تدرو داك الهوبي اللي عندكم إذن وصلنا الآخر نقطة في الدرس ودابا غديندوزوا التمرين اللي كنا كندروا ولكن غنعطيكم واحد تصحيح على سبيل المثال إذن ها هو التصحيح غدينقرح لكم هاي مينامي سيهام أم 8 years old أم in the third grade in اليسامين school I live in Casablanca and I have three brothers my favorite hobby is reading كانت واضح وبلما نعود نقرأ وهذا هو التصحيح غلي بغي يشوف وكنتمنى بأنكم تومى غادي تديروا التقديم الشخصي ديالكم وتحفظوه عن ظهري قلب باش الحاجة منين كنحفظوها را كان كتجينة سهلة حتى في النطق وكترسخ لنا في الذهن ديالنا واللي هنا نكونو كمننا درس التعريف الشخصي بلغة الإنجليزية ديال اليوم كنتمنى تكونوا استفتوا من هاد الفيديو وفي هاد الحالة ما تبخلوش علينا بلايك واقتصموه مع المعاريف ديالكم باش تعمل الفائدة ان شاء الله واللي زارنا اول مرة فكنتلب منه غير زر الاشتراك ويفعل الجرس باش تكبر عائلة ويبدأ يتوصل باع الجديد لمبرمج في هاد القناة في امان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة